السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف الأول الإعدادي هنشرح النهاردة إن شاء الله بإذن الله درس من دروس النحو ألا وهو الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل بداية كده عايزين نعرف يعني إيه فعل مبني للمعلوم وعايزين نعرف يعني إيه فعل مبني للمجهول ويعني إيه نائب الفاعل دعا نبص كده على المثالين دول المثال الأول شارب الطفل اللبن لو جينا بصنا على المثال ده وعربنا كده من الأول شارب فعل ماضي مبني الطفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة اللبن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب من خلال المثال ده الفاعل بتاع الفاعل شاربه معروف اللي هو الطفل احنا عارفين مين اللي شارب اللبن اللي شارب اللبن الطفل وبما إن الفاعل معروف ومعلوم فهنقول على الفاعل شاربه ده فعل مبني للمعلوم يبقى الفاعل المبني للمعلوم ده اللي الفاعل بتاعه بيكون موجود في الجملة ومعروف احنا عارفين مين اللي شارب اللبن الطفل يبقى إذن الفعل شربة فعل مبني للايه للمعلوم طب تحنشوف المثال اللي بعد كده شربة اللبن آه في المثال التاني الفعل مش معروف أنا قلت الشربة اللبن لكن مين اللي شربه؟ آه الفعل مجهول مش عارفين فبما إن الفعل مجهول في المثال التاني فهنقول على الفعل شربة ده فعل مبني للايه للمجهول يبقى الفعل المبني للمعلوم من اسمه كده الفاعل بتاعه بيكون معلوم وبقدر أشوفه الجملة أما الفاعل المبني للمجهول الفاعل بتاعه بيكون مجهول مش موجود قدامي في الجملة طيب يا مستر إيه بقى نائب الفاعل ده نائب الفاعل ده كان في الأصل مفعول به يعني تعاكد أن نبص على المثال الأول شرب الطفل اللبن شرب فاعل الطفل الفاعل اللبن مفعول لما حولت الفاعل أو لما بنيت الفاعل للمجهول وقلت شرب اللبن الفعل اختفى الفعل اللي هو كلمة الطفل مش موجود المفعول به اللي هو كلمة اللبن حل إيه حل محله خاد مكان الطفل وهياخد اسم جديد هنسميه إيه بقى هنقول عليه نائب الإيه نائب الفاعل يبقى نائب الفاعل ده في الأصل كان مفعول به ولما حزفنا الفاعل المفعول به حل محله وخاد اسم جديد وبقى هو نائب الإيه نائب الفاعل طب يا مستر التغيرات بقى اللي بتطرق على الفعل لما بحوله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول تعال نشوف مع بعض كده كيفية بناء الفعل للمجهول إزاي بحول الفعل من مبني للمعلوم لمبني للمجهول هنمسك الأول الفعل الماضي عند بناء الفعل الماضي للمجهول يطرق إيه اللي بيحصل أو إيه التغيرات اللي بتحصل على الفعل الماضي لما بحوله المبني للمجهول أول حاجة يضم أوله ويكسر ما قبل آخره يعني بنضم الحرف الأول وبنكسر الحرف اللي قبل الأخير تعال نشوف كده مثال كتابة لما جيت حولته لمبني للمجهول قلته كوتيبا إيه اللي حصل ضميت الحرف الأول اللي هو الكاف وكسرت الحرف اللي قبل الأخير اللي هو التأ أكلة أوكلة ضميت الحرف الأول اللي هو الألف وكسرت الحرف اللي قبل الأخير اللي هو الكاف يبقى الفعل الماضي لما بحوله من مبني للمعلوم لمبني للمجهول بنضم الحرف الأول وبنكسر الحرف اللي قابل اللي قابل الأخير طب تحكي ده نبص على الفعل الأخير ده اللي هو كرأة لما جا حولها المبنى للمجهول هنقول إيه قوري يا مستر أنا ملاحظ حاجة في كرأة الهمزة كانت على الألف الفعل كرأة الهمزة كانت على الألف لكن في كوري أه الهمزة اتحولت وتكتبت عليها ايش معنى تعالى نفتكر مع بعض كده قعدة خدناها في القيملة اللي هي الهمزة المتطرفة في الهمزة المتطرفة قلنا الهمزة بتكتب على الألف إذا كان ما قبلها إيه مفتوحا وهنا الفعل كرأة الهمزة كتبت على الألف لأن ما قبلها مفتوحا اللي هو الرأ كرأة فعشان الرأة مفتوحة الحرف اللي هو قابل الهمزة فالهمزة كتبت على الألف لكن أنا لما حولت الفعل المبني للمجهول كسرت الحرف اللي قابل الأخير فأصبح الحرف اللي قابل الأخير مكسور فعشان كده الهمزة رسمت على الياب قراءة قرئة ايه كمان يا مستر سألا لما اجي حولها لمبني للمجهول هنقول ايه سؤلا اه يا مستر برضو الهمزة كت على الالف بعدما الفعل تبني للمجهول الهمزة بقت على نبرة ده طبيعي جدا لان كسرت الحرف اللي قابل كسرت الحرف اللي قابل الأخير سألا بقت سوء الهمزة تكسرت فعشان كده الهمزة كتبت على نبرة في عندي كمان الفعل شدة ما حصلش اي حاجة للتضعيف انا ضميت الحرف الاول والتضعيف فضل زي ما هو طيب بقولنا الفعل الماضي لما بحوله من مبني للمعلوم لمبني للمجهول بنضم الحرف الاول وبنكسر الحرف اللي قابل الايه الاخير ايه كمان رقم اتنين اذا كان قابل اخره الف طق لبياء يعني ايه يا مستر هتلينا مثال كده زي الفعل باعة شايفين الحرف اللي قابل الاخير اللي هو الالف لما جيت حولت الفعل المبني للمجهول قلت ايه بيعا وقالة قلت ايه قيلة يبقى الفعل الماضي لو لقيت الحرف اللي قابل الاخير الف عند البناء للمجهول الالف دي بتقلب ايه بتقلب حاجة تالتة ومهمة اذا كان الفعل رباعية يعني اربع حروف ثانيه الف وطاني حرف الف الالف دي بتقلب الى واو مثال يا مستر الفعل حاربة ده فعل رباعي واخد بالك لازم يكون رباعي وطاني حرف الف لما جي حوله لمبني للمجهول هقول ايه حوربة إيه اللي حصل للالف الالف قلبت الى ايه قلبت الى واو نفس الكلام الفعل قاتلة فعل رباعي ثاني حرف فيه الالف فلما جيت حولت الفعل لمبني للمجهول قلت ايه قتلة يبقى ملخص كده الفعل الماضي من الاول الفعل الماضي لما بحوله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول بنضم الحرف الأول وبنكسر الحرف اللي قبل الأخير طيب لو كان الحرف اللي قبل الأخير ألف بتقلب إلى ياء طيب لو كان فعل رباعي والحرف الثاني ألف الألف دي بتقلب إلى واو حاربة حوربة قاتلة قوتلة طيب تعال ننتقل بقى للفعل المضارع ونعرف إذا الفعل المضارع بيبنى للمجهول بناء الفعل المضارع للمجهول بيضم أوله ويفتح ما قبل آخره آه ده مزي الماضي في الماضي كنا بنضم الحرف الأول وبنكسر الحرف اللي قبل الأيه الأخير لقى هنا في المضارع بقى بنضم الحرف الأول ونفتح الحرف اللي قبل الأيه الأخير ويفتح ما قبل آخره مثال يشرب فعل مضارعه عايزة خليه فعل مبني للمجهول هنقول إيه يشرب إيه اللي حصل ضميت الحرف الأول اللي هو الياء وفتحت الحرف اللي قبل الأخير اللي هو الراء وزي كمان يفهم لما بانيته للمجهول قلت إيه يفهم ضميت الحرف الأول وفتحت الحرف اللي قبل الأخير يبقى في المضارع بنضم الحرف الأول وبنفتح الحرف اللي قبل الأخير تعال نشوف اللي بعده إذا كان ما قبل آخره واو أو ياء تقلب ألف يا مصر أنا مش متخيل